إذن للمتابعة أكثر سيكون معنا مباشرة من بغداد الأستاذ حسين الكناني الباحث في أشياءنا العراقي أهلاً واسهلاً بك أستاذ حسين إذن أستاذ حسين يعني مجلس النواب يرجع كافة مشاريع القوانين إلى الجلسة المقبلة التي ربما قد عرفت بأنها غامضة في الوقت نفسها سيد عادل عبد المهدي يرسل أسماء لتكملة الوزراء الشاغرين وهم التربية وكذلك العدلة كيف تقرأ ذلك؟ تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدكم الكرام حقيقة البداية متعثرة للحكومة وقد لا يختلف إثنان على سواء كان مراقب أو مواطن عادي على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الوزارية الآلية التي اتخذها السيد عادل عبد المهدي آلية توافقية وهي غير منتجة بالمرة وأنا أستبعد حقيقة من خلال تصريحات بعض النواب أنه قد لا يتم تمرير هذه الأسماء التي سوف ترشح في الجلسة المقبلة وبالتالي هناك الكثير من الغموض كما ذكرتم في الجلسة المقبلة هل يتم التصويت وتمرير وإكمال الكابينة الوزارية أم سوف يتم إرجاءها مع غياب التوافق وأظن أنه سوف يتم إرجاءها بسبب غياب التوافق وهناك أيضا من خلال بعض التصريحات لبعض الزعامات أنه ستة أشهر قد انتهت من عمر الحكومة ولم تقدم أي شيء ما زالت الكثير من الملفات تنتظر هذه الحكومة والبداية متعثرة بالشكل الواضح أيضا هناك الملفات قد تكون أكثر تعقيد من ملف إكمال الحكومة وملف الفساد لتشعبه وانتشاره بين الحزاب والوزارة أستاذ حسين يعني النابع عن كتلة الاتحاد الكردستاني نفى بأن يكون قد قدم مرشح عن الوزارة يعني ينفي هذا الخبر ويقول بأن مرشح هذه الوزارة هو من حصة الاتحاد المتفق عليها بالنسبة للأخوة الأكراد أيضا يعني الوزارة التي هي مفروض من حصة الأكراد مختلفة بين الاتحاد والديمقراطي وأيضا هناك ملفات مرتبطة المحافظة على كاركوك وكذلك بعض الملفات الأخرى أيضا رئاسة الأقليم أعطاء دور لبقية الأحزاب التي قد تكون أكثر تعقيد حقيقة يعني الملف الاختلاف في أقليم كردستان أكثر تعقيد من ملف الداخلية والدفاع والتربية لوجود أكثر من طرف وأيضا هناك يعني عدم وجود رؤية موحدة حتى هذه اللحبة وبالتالي قد لا يتم الترشيح مرشح عن الأكراد في هذه الجلسة نعم طيب أيضا يعني ربما هو عدم إكمال الكابينة الوزرية كما ذكرت بأنه ليس يعني فقط يعني يعثر من عمل الحكومة ومن أداء الواجبات سواء من قبل الوزراء بالوكالة وغيرهم أيضا ربما هناك استياء من المواطنين وانعكس ذلك ربما على حتى الوضع الأمني يعني تكرار الخروقات الأمنية في كافة المحافظات ربما هو يرجع إلى عدم استكمال الكابينة الوزرية والوزارات الأهم الداخلية والدفاع المتضرر الأكبر هو المواطن بلا شكل خصوصا أن وزارتين هي من أهم الوزارات الداخلية والدفاع ترتبط بشكل مباشر بأمن المواطن وأيضا هناك الكثير من الإجراءات متوقفة على تسمية وزير وبالتالي اليوم هذا التأخير هو غير مبرر وكما ذكرنا أنه هناك عدم مضوح رؤية ولا أظن أنه هناك حل في الأفق قد يلوح بسبب غياب التوافق كما ذكرنا والمتضرر المواطن وقد يبدأ امتعاض من هذا التأخير الغير مبرر وبالتالي هناك الكثير من المحافظات تنتظر هذه التسمية مع انقضاء مدة ليست في القليلة من عمر الحكومة حتى هذه اللحظة أيضا هناك ملفات أخرى ملف تسمية اللجان التي ترتبط بأداء الوزارات وهذا ملف آخر أيضا قد يطول نعم بالتحديد أستاذ حسين عد هذه النقطة تنعكس آثار على المستوى الوزارات بالتحديد عن تسمية رؤساء اللجان النيابية كما يعلم الجميع بأن ربما إكمال الكابينة الحكومية أو الوزارة لسيد عادل عبد المهدي تدخل بتوافقات ما بين الكتل ومصالحهما هل أيضا تدخل هذه الأسباب بتسمية رؤساء اللجان النيابية التي بالتالي هي تؤثر على ربما إنجاز القوانين المهمة الأعمال المكلف بها رؤساء هذه اللجان اللجان مرتبطة بالوزارات وبالتالي لا بد يتم تسمية وزارات ومن ثم يتشكل اللجان التي قد مثلا لجان الأمن والدفاع مرتبطة بالداخلية والدفاع والشخص الذي يكون رئيس هذه اللجنة لا بد أن يكون من حزب مغاير الذي استلم وزارة الدفاع أو الداخلية وأيضا يتوقف ويتعطل الكثير من العمل البرلماني مع غياب الرؤساء هذه اللجنة وتغيب القوانين المهمة التي ترتبط بهذه الوزارات ويذهبون إلى إصدار قوانين قد تكون أقل أهمية من القوانين التي ترتبط بالأمين خصوصا أن هناك قوات أمريكية في العراق وهناك تحرك أيضا من قبل بعض النواب من أجل سن قانون يلزم الحكومة بإخراج هذه القوات أيضا هذه القوات لا أحد يعرف عديتها ووظيفتها ومهماتها في العراق تضارب الأقوال والمواقف بين المسؤولين البعض مؤيد والبعض الآخر يرفض وجود هذه القوات وبالتالي ملفات حقيقة شائكة مرتبطة بتسمية الوزارة وإكمال الكابينة الوزارية إذن الأستاذ حسين الكناني البحث في أشياء العراق كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا جزيلا لك